السلامة المرورية السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتداخل في تحقيقها العديد من الأطراف التي يجب أن تكون حريصة على إرساء قواعدها من خلال الالتزام بالقواعد المرورية وفي هذا الإطار تأتي الحملة التوعوية التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور وتتعلق بسائقي الدرجات النارية والهوائية تأتي الحملة التوعوية للإدارة العامة للمرور بشاد سائقية الدراجات النارية والهوائية في إطار الجهود المبذولة لتحقيق السلامة المرورية ومن منطلق مسؤولية كافة الأطراف المعنية في هذا المجال إذ تشير آخر إحصائية إلى أن العام 2016 شهد سبع حالات وفاة ومئة وخمسين إصابة جراء حوادث الدراجات النارية كانت السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية من أبرز أسبابها مجموع رخص القيادة في البحرين حق الدراجات النارية 33 ألف رخصة عدد الدراجات النارية المرخصة فقط 17 ألف دراجة نارية مرخصة غير الدراجات غير مرخصة الحوادث التي حدثت في 2016 سبع وفيات ومئة وتسعة وخمسين إصابة بليغة في 2015 توفى وتسعة ومئة وواحدة وسبعين إصابة بليغة الإصابات هذه نتج عنها عاهات نتج عنها إعاقات كلها بسبب عدم الالتزام بقواعد القانون عدم الالتزام باللبس الخوضة تهدف هذه الحملة إلى توعية سائقية الدراجات النارية والهوائية باشتراطات السلامة المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة وتشير المادة الخامسة والأربعون من قانون المرور رقم 23 لعام 2014 إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تتجاوز مئة دينار كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية عدم ارتداء قائد الدراجة الآلية ومن بصحبته خوذة السلامة أثناء سيرها حيث جاءت هذه المادة من منطلق القناعة بخطورة المخالفات المرتكبة والإصابات التي قد يتعرض لها السائق خاصة الذي لا يلتزم بارتداء الخوذة والملابس الخاصة التي تحميه من تداعيات الحادث المروري استخدام الخوذة في الدراجة يقلل من فرص الإصابة بالوفا أو إصابات الشلل بالنسبة تصل إلى 97% على حسب دراسات معظمها دراسات أمريكية وربية الخوذة وطبعا الخوذة أنواع في خوذة مرخصة وخوذ غير مرخصة الخوذة المرخصة هي طبعا لها الدعم الأكبر إلى الراس ومنطقة الرقبة والفغرات العنقية معظم إصابات الدراجات النارية تكون للأسف في شباب تحت السن القانوني ويكونون ملابسين الخوذة مثلا ملابسين واقل الرقبة أهم عوامل السلامة حق سائق الدراجة النارية اللباس اللي يلبسه فأهم شي يلبس الخوذة وتكون من نوع جيد ويكون لها شاشة مثل هذه عشان إذا فيه إغبار أو فيه حصة في الشارع أنه يكون تحمي عيونه تحمي وجهه لباس الجاكيت الجاكيت لفضل يكون فيه نوع حامي فيه أجزاء في الأطراف تحمي الجسم لا سمح الله إذا وقعت راكب الدراجة النارية على الشارع ما يتأذى لباس هذه الفست لأنه فيها عاكس هذه إذا عاكس عليها نوع السيارات تبين حتى لو من مسافة بعيدة البوت طبعاً نرى بعض الراجين يلبسون مثلاً عال وإلا هذه هذه بداتاً لا يمت إلى السلامة بشكل من الأشكال لجب أن يكون لابس بوت أو سيفتي بوت يكون من نوع جيد من نوع جيد علشان السلامة في الطريق وهكذا تبقى سلامة سائق الدراجة النارية الهدف الرئيسي والذي يتطلب بالدرجة الأولى الالتزام بالقواعد المرورية والتي وضعت في الأساس من أجل سلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر